السلام عليكم ورحمة الله. اليوم ان شاء الله نبدي بدرسنا اللي هو احد اجزاء اللي هو الفول اوبنينج سيرفز فول اوبنينج سيرفز سيفتي فالفز. هذا هو من ضمن طبعا انتظروا ان ما حصلنا فيديو يعني يوضح طريقة عمل الفول اوبنينج سيرفز سيفتي فالف يعني ماكو فيديوهات قاعدة توضح هذا الشي كانيميشن حتى تستفادون من عند اوفد فيديو مصور ان شاء الله اذا حصلنا فيديوهات من اخوتنا اللي بالابراج شوني طريقة تشغيل المعدة وصيانتها ان شاء الله ننزلها يعني كفيديو مستقل فخلي نبدي بمواصفاته ويعني كل يعني كل الخصائص الخاصة بهذا النوع من انواع السيفتي فالف. طبعا هو تدرون به هو يعني انبوبي سيفتي انبوبي. اذا اذا هو عبارة هو عبارة عن صمام اه كامل الفتح يعني زين يعتبر صمام امان اللي هي استخدمه لمنع خروض سائل الحفر من داخل الانابيب. يعني الانابيب داخل التجويف هو يمنحها. هو يمنحها. احنا اذا نشوف وين مكانه بالضبط. هذا شوفه هنا. هو يكون هنا هذا. هذا مكانه. يسمو احنا اكو تسميات ان شاء الله سنتعرض لها. يسمو اللاور كالي كوك وتي اي دابليو. هو هو فول اوبنينج كالي كوك. يعني اسماء ان شاء الله رح نذكرها. فهذا مكانه. زيان. وهذه هنا هنا السيفر صاب. اللي هي القطعة اللي تنشد وهي الكالي كوك. وهذا الكالي. اوكي. زيان. فهو يمنع لي خروج السائل من الانابيب الى السطح. بحيث انه انت يعني اذا هذا السيفر صاب. لنفرض. لنفرض. هذا السيفر صاب. بدون الكالي. تقدر انت تشده بدون الكالي. حتى تمنع في حال انت تسحب. هذا بس مجرد تشده. في حالة انه انت عندك فد عمل معين. عندك فد استراحة. عندك فالظرف معين. تسده وتغلقه. زيان. طريقة الغلق مالته هي بس مجرد دوره. هذه. هذه تدورها. هذا المكان. خلي نكبرها على متحتة. تكون واضحة. هذا المكان. هذه البول. ربع دورة. هاي ربع دورة. راح يكون هذا الجزء. ويكون هناانه. مغطي هذا المكان. طبعاً اكو سيلات هنا موجودة. سيلات نقصد بيها اللي هي يعني الاورنغات. هذي الاورنغات هي اللي تعتبر سيل. يعني يمنع النضوح ويمنع اي يعبور للسوائل من الاسفل الى الاعلى. مزيان. فهي ربع دورة. وهذا المكان الاوبرايتنج. يعني اه اوبنينج. او او نسمي اوبرايتنج. 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 يعني هذا مكان الفتح. يعني او المكان تشغيلي من خلاله انه انت تقدر تدور هذا الجزء. للفتح وللغلق. اوكي. هذا يعني اشار رحيتشي فتشي بسيط. خلي نتحول عليه السلايدات اللي جاية. زين. فول اوبنينج سير في السي افتي فالد. انتم هذا شايفين هذا الشكل اكيد مية بالمية. زين. ادريل بايب فول اوبنينج سير في السي افتي فالد. ار بول فالد. اذا هو عبارة عن شنو صمام كروي. اللي هي هاي الكرة. يوزت تو ستوب افلو فروم ذا ادريل سيترينج. زين. ذي نيم تي اي دبليو. طبعا تي اي دبليو. يعني بحثت عنه. فاكو فد يعني تعليق من شخص مختص. معناها تي اي دبليو. معناها تيكساس ايرون وورك. يعني اعتقد يعني شون تيكساس للصناعات الحديدية هيشي. هاذا اللي يعني حصلته صراحة ما حصلت فتشي يعني بحثت ما لقيت فتشي. تيكساس ايرون ايرون وورك. زين? يعني خلي شون نكتبلكم اياها. خلي خليني نكتبلكم اياها حتى تكون واضحة. هي تصير هيش. تيكساس. ايرون. وورك. يعني تيكساس للصناعات الحديدية. تي اي هاذي تي. والاي هاذي. وهاذي الدبليو. اوكي. هي هاذي اللي يعني حصلته. ان شاء الله اذا حصلت فد معلومة خينقول عليها فد. اه يعني خاضعة لمصدر. اه تكون افضل. بس هاذا قلت لكم تعليق من شخص مختص. لقيته حصلته. هاذا اللي كاتبه هو. بس يعني احنا ما نقدر نعتمد ليش لانه مو فتشي يعني من مصدر يعني من مصدر موثوق. فهو مجرد يعني تعليق. بس هو قلت لكم هو شخص مختص. اه وان شاء الله نحصل فتشي. ان شاء الله رب العالمين. زين. is often often. غالبا. used as the generic name. يعني يعتبر هو هاذا التسمية بشكل عام. زين. لهذا النوع من الانواع الفول اوبيلنج سيفتي سيفس سيفتي فال. اذا اذا تسمع تي اي دابليو. معناته هو الفول اوبيلنج سيفس سيفتي فال. احنا نرجع ونقول انه احنا لازم نفهم كل مختصر المن يعني. اوكي. فور دريل سترينج سيفتي فور دريل سترينج سيفس سيفتي فال. اللي هو دي اس اس. زين. وهذا تذكروا يعني احنا. زين. حسي عدنا خلنا نكمل. شوف اكو تسميات اخرى. فور دريل بايب سيفس. سيفتي فال. ار كيلي كوك. سامعين بالكيلي كوك. كل احنا احنا يعني تعلمنا على هذا الشي. يعني من بداية عملنا لقينا هاي الاسمة. اند كيلي كوك. اف او اس في. يعني اكو تسمية اسمها كيلي كوك. واكو تسمية اسمها كيلي كوك. اف او اس في. اوكي. الاف او اس في يعني هو مختصر لهذا الهذا الكلمات هذي. فور اوبيلنج سيفس سيفتي فالس. اوكي. زين. the main component of a كيلي كوك. يعني الجزء الرئيسي بالكيلي كوك. اللي هو الاف او اس في. هو شنوه? ستيل بول. يعني هاي الكرة الفولة هذية. زين. the valve is closed by. شون نغلق الشسمة? الصمام. rotating the ball by means of operating crank or a valve steam to align the solid part of the valve with the power of the valve in order to stop the flow. يعني مختصر مفيد من هذا الكلام اللي افتهمناه. انه انا اقدر اغلق هذا الصمام من خلال تدويري للكرة. يكون حتى هذا الجزء الصلب زين باتجاه التجويف. يمنع سوائل الحفر من الخروج من داخل الصمام. هذي. اوكي? يعني ما يعني يمنع لي من داخل البئر الى خارج البئر. اوكي? باستخدام شنوه? الـ operating crank. اللي هو هذا. هذي يسمونه operating crank او valve steam. اوكي? هذا المكان. تسمع operating crank valve steam. طبعا تحتاجها حتى تعرف انت مثلا تريد تطلب معدة تريد تطلب كت لهذا الموضوع. فعندك هذي يسمونه operating crank او valve steam. اوكي. حاولها اختصر بس يعني معلومات هي ضرورة واحد يحكيها. the following point should be noted. اذا اكو نقاط لازم احنا شنوه? اللاحظة. الدريل بايب سيفتي فالف يعني هو هذي نفسه الفول اوبي. must be available on the rig floor at the all time connection with the connection to fit. and the well. اذا الفيديو سابق. زين. اذا تذكروه. انه احنا قلنا يجب انه انت موجود هذا الصمام على الرق فلور. زين? والقطعة اللي ترهم ويا عندك ويا خيط الحفر لازم متوفره كاملة يعني انا نازل عندي دريل بايب ابل خمسة اربعة ونص اي اف لازم عندي وصلة يعني كروسوفر صاب يحول لي من هذا الثريت حسب النوع مالته الى اربعة ونص اي اف يجي يقعد قبل مباشرة ويا خيط الحفر بحيث ما عاني من مشكلة الكوننكشن هذان هذا اول شي انا لازم اخليه بجي بي هذي اول شي زين الفقرة الثانية اللي بعدها دريل بايب سيفتي فالف مصت بي شوف يعني انه انت ما بيها بجال لازم انستولد ات سيرفيس ان ذي دريل سيترنج السون از اكيك ايز تيكن يعني شنو معناها معناها انه انا في حال عندي رفس انا بس مجرد انه صمام موجود عدي عرق فلور مباشرة وين اشدة اشدة على خيط الحفر حتى شنو حتى انه طبعا واكو فقرة من اريد اشدة لازم هو يكون في وضع معين معين زين هذا من اريد اشدة يعني من تجيني رفسي المفروض انا جاهز عندي ما انتظر اجيب الكالي واشدة وما يعني مشكلة الكالي صعبة مو متل السيفتي فالف لسهولتي وشدة بسرعة فلهذا يعني تكون جاهزة هاي المعدة حتى تقدر تشدها باسرع وقت ممكن عزين حتى تخلص وتسيطر علي البقر مالتك عزين هذي الفقرة الثاني شوف شقد اهميته يعني شقد ضروري هذي المعدة دريل بايب سيفتي فالف مست بي افولي اوبنينج فالف يعني انه يكون اه من النوع اللي شنوه يعني ما بي خلنا نقول عليه ما بي اه القطر الداخلي مالتك ما يكون اه يعني صغير فولي اوبنينج فولي اوبنينج فالف صمام يعني مفتوح يعني بشكل كامل شوف هذي القطع الكروية شوف هنا شو متأكله هذا التأكل يسبب لي شنوه فشل بمعدة الف او اس بي يعني فشل بي هالمعدة بعد ما تفيد فلازم تبدل هذا الجزء بجزء اخر طبعا نهاية كل هالأجزاء تتبدل ما تبقى نفسه فهذه النقطة انه يعني هذي كمعدة هي موجودة المفروض يعني ما هذه الفقرة انه هي اكد على استخدام المعدة المناسبة لهذا النوع من انواع الصمامات نزيد فولي اوبنينج سيرفي سيفتي فالف the top connection of the فالف يعني القطع اهنان هذا المكان هذا هذا شوفوا هذا المكان التوب مالتي مو البتم التوب مست فيت ذا كيلي او توب درايف مست فيت ذا كيلي او توب درايف اذا لازم يتلع اموية التوب درايف او الكيلي يعني بحتة بنجيب الكيلي وتقعده على الكونكشن التوب كونكشن الخاص بالسيفتي فالف مناسب الي ويرهم ويا وماكو اي مشكلة بي اذا نرجع انه هو على شغلة الكونكت هو يأكد على هاي شغلة الكونكت زين شفت اذا انا الصمام مالتي وانا عندي رفسي اذا هسا نرجع اهنا انا عندي هاي المشكلة رزين عندي فلونج واجيب الصمام وهو مغلق واشده هل راح اقدر اشده مستحيل ما اقدر اشده بهذا الوضع ليش لان انا عندي رفسي فدائما دائما شا سوي انا لازم يكون عندي مفتوح البوزيشن مالتي مفتوح مثل هذا مو مثل هذا هذا مغلق فما اقدر ينشد عندي راح اصلا يدفع السائل سبب انه السائل راح يدفع هذا المكان بينما اذا مفتوح السائل يخترقه ويروح فانا هناك راح اقدر اسوي كونكت ويا من ويا خيط الحفظ واسيطر على البير بمجرد انه شدية وكملتي اغلق براحتي بعد زين الفقرة اللي باعتها اذا انا اكو عندي هذا المفتاح هذا ذات شوفو هذا المفتاح وهذا هنا انا يجي ويا يعني هذه قطعة تجي جديدة يعني هاي هنا انا وياها شوفو شون هنا مجدود هذه القطعة ضروري انه انت تفتح وتغلق هذا الصمام اوكي هذا الصمام يفتح ويغلق من خلال الوبريتين كران كذا تذكرون او الفالفو ستيم زين من خلال هذا المفتاح اللي هو احنا امراتي جماعة وين الان كي هاي التسمية اللي ماشي زين هو ال كي يعني مفتاح على شكل حرف ال هو هاي التسمية الصحيحة المهم ما نشغل بهذا الموضوع فهذا من يعني من اجزاء اللي هو الكي مالتا الخاص بي مفتاح حتى تفتحه وتغلقه ويفتر هو عندك ربع دورة نزول او صعود هذا بما يخص درسنا اليوم ان شاء الله اتمنى انه يكون الشرح واضح تحياتي لكم وشكرا جزيلا ونتمنى انه يعني نساعدون بنشر الفيديو ومشاركته وهي اللي تعرفوهم تحياتي لكم في امان الله اشتركوا في القناة